اشتركوا في القناة المترشحين يتضمن أربع محاور المحور الأول التعريب المترشح المحور الثاني تقديم البرنامج الانتخابي المحور الثالث تصور المترشح للسياسة الشبابية المحور الرابع مساحة حرة وهدفنا من الحصص هذه مزيد توضيح الرؤية للناخبين الإجابات بش تكون بتناوب كل مترشح ما لازمش يتجاوز التقيقتي في حصتنا هذه بش تكون حاضرين فيها المترشحين عن دائرة الجم المترشحة السيدة نوال بنصير وغياب المترشح السيد فتحي رجب مرحبا بك السيدة نوال بنصير مرحبا بك عيشك السؤال الأول قدم نفسك في مودة للتجاوز الدقيقتين مرحبا نوال بنصير مترشحة عن دائرة الجم متحصلة على الإجازة التطبيقية في التكنولوجيا العالمية خدمت لي سنوات في مجال التربية والتعليم الخاص نشط في أنه كنت ناشطة ناشطة في المجتمع المدني تم انتخابي خلال سنة 2018 كعضو مجلس بلدي بلدي تلالسة ثم تم انتخابي في خلال سنة 2020 كرئيس بلدي بلدي تلالسة شكرا لك سؤال الثاني برنامجك الانتخابي في مدة كذلك للتجاوز الدقيقتين سيدة نوال شكرا لنسبة البرنامج الانتخابي باش نسعى إن شاء الله باش نقدم عديد المبادرات التشريعية الهامة اللي تساهم في بناء البلاد بصفة عامة والجهة بصفة خاصة كمبادرة الإصلاح الإداري والحد من البيروقراتية الإدارية أيضا مبادرة تشريعية لإصلاح المنظومة التربوية وإرساء المجلس الأعلى للتربية أيضا مبادرة تشريعية لدعم وتشجيع الشباب لإنجاز المشاريع أيضا مبادرة تشريعية لدعم المرأة في إنجاز المشاريع أيضا مبادرة تشريعية لدعم الفلاح وإحياء المناطق السقوية بالمناطق الريفية أيضا سأعمل على حال حالة المشاريع المعطلة بالمنطقة كإحداث مصاب مراقب بالجم أيضا العمل على حال حالة إنجاز مشروع القاع المغطاة والمسلك الصحي بالجم أيضا سنعمل على إحداث مدرسة إعدادية بالعشابة ورياض بوهلال أيضا إحداث دائرة بلدية برياض بوهلال تضم الضغابنا والمشالات شكرا لك سيدة نوال بن سير إذن مش نمروا للسؤال الثالث واللي بشيكون فيه برامجك وتصوراتك في مجال الشباب في مدة للتجاوز الدخلاتين كيف كيف؟ بالنسبة للمجال الشبابي أول حاجة إن شاء الله ندعم الشباب لازم ندعم الشباب للإنخراط في الشأن العام أيضا إحداث نوال الشباب لإستقطاب الشباب من الانحراف أيضا دعم الشباب لإنجاج المشاريع هم أهم النقاط لازم أعضبهم في الشمال شكرا لك سيدة نوال سؤال الرابع مساحة حرة لكن الوقت دقيقتين أنا اليوم كنمثل الشباب وندعم الشباب إن شاء الله باش ينتخبوني ونكون إن شاء الله صوتهم في مجلس النوال باش ندافع على حقوقهم وحرياتهم شكرا لك سيدة نوال كانت معكم نرجس بن محمود شكرا لك شكرا لك